بما يتعلق بهجرة الإسرائيليين عشان ما نبلغش في التفاؤل بشكل كبير. نعم هناك فيه صفر للإسرائيليين. لكن الإسرائيليين مزدوج الجنسية في غالبيتهم. وهذا لا يعني أنهم لن يعودوا مرة أخرى. لكن في الجانب الآخر كما هناك خروج لبعض الإسرائيليين نتيجة لأكتوبر. كان فيه مؤشر مهم وهو نسبة عدد نسبة تجنيد الاحتياط من الخارج. يعني عادة في تجنيد الاحتياط لا ينظر إلى الموجودين بالخارج بأهمية كبيرة. فبيكونش نسب التجنيد عالية. لكن في الحرب دي كان فيه نسب تجنيد عالية كبيرة جدا. سؤال الأسئلة دكتور عبد المهدي. اللي هو بيسأله حتى رجل الشارع العربي. متى نصل إلى قرار لوقف إطلاق النار. فيه محاولات كلها باقت بالفشل من مجلس الأمن. اللي هو الجهة المنوب بيها. يعني حفظ السلم والأمن الدوليين زي ما بيقولوا. آخر قرار صدر من مجلس الأمن. التحدث فقط عن جزئية المساعدات الإنسانية. ولم يعني في كل مرة بيقابل بفيتو طبعا أمريكي. لعدم التصويت لصالح وقف إطلاق النار. هل نحن أمام جهود للوصول لوقف إطلاق النار؟ أم هدنة أخرى شبيهة بالهدنة الأولى لاستمرت سبعة أيام؟ خصوصا إن إنبارح كان فيه المصادر من الجانب الفلسطيني تتحدث إنه لا توجد أي صفقات مبادلة أو غيره إلا بعد وقف إطلاق النار. ده تصريح خرج من أكثر من اسم من أسماء قادة حركة المقاومة. نحن لازم أول حاجة نفهم كل واحد بيقصد إيه بوقف إطلاق النار. هل وقف إطلاق النار يعني إنهاء الصراع العسكري ليست فقط هذه الحرب وعودة إسرائيل إلى ما قبل السبعة أكتوبر؟ هل وقف إطلاق النار تغيير التكتيكات العسكرية الموجودة بدل ما فيه قصف يومي ومستمر يصبح حسب احتياج إسرائيل؟ هل وقف إطلاق النار يعني بقاء إسرائيل في نقاط داخل قطاع غزة تتحكم في منافذ ومخارج المدن للسيطرة عليها؟ تساؤلات كثيرة إذا أخذنا نموذج قرار مجلس الأمن اللي مررته الولايات المتحدة أولا هي رفضت وقف إطلاق النار نهائي ومستدام في القرار قبلت بهدنة استراتيجية الهدنة رقم اتنين تحدثت عن إطلاق رسراح الرهائن بلا شرط وهذا الأمر لن يحدث بالتالي عشان تنفذ قرار مجلس الأمن لازم تنفذ البنود كلها ما يفعش تنفذ بند وتسيب بند هذا عامل تفجير للقرار أهم جزء في القرار وده خطير ومهم في نفس الوقت وهو المساعدات الإنسانية بإشراف الأمم المتحدة اشتركوا في القرار